أعلن الجيش الإيراني الاثنين عن عزمه إجراء مناورة صاروخية كبرى في بحر عمان الثلاثة وأفاد التلفزيون الإيراني بأن المناورات ستستمر يومين في بحر عمان انطلاقا من محافظة كنارك وسيتم فيها استخدام بارجتين مكران وصرع التي تحملان منصات لإطلاق الصواريخ يتهد بعد أسبوع من إطلاق أكبر مناورات للطائرات المصيرة في محافظة سمنا شمال شرقي البلاد بمشاركة مئات الطائرات التابعة للقوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي استعدادا لما يقال إنها ضربة عسكرية أمريكية محتملة ضد إيران في الفترة الأخيرة يمدأ الجيش الإيراني الثلاثة منورات صاروخية كبرى في بحر عمان وذلك في عقاب أيام من كشف قائد الحرص الثورية حسين سلامي عن إحدى قواعد الصواريخ الاستراتيجية البحرية على شواطئ الخليج تطورت خطيرة في المنطقة على بعد أيام من خسارة رئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئاسته الأولى أو ربما عزله فقد أفدى تلفزيون الإيراني بأن المناورات ستستمر ليومين انطلاقا من محافظة كاناركا وسيتم فيها استخدام باريجتين وكان الجيش الإيراني قد جعل أسبوع الماضي أيضا منورة للطائرة المصيرة وكشفت إيران خلال المناورات عن إحدى الطائرات المصيرة وذلك بالتزامن مع الذكر السنوي الأولى لسيم سليماني وأكد قائد الحرص الثوري على رضا تنغسير قواته في حالة تأهب قصوى في الخليج العربي وبحر عمان مضيفا أن أن يتعدي على سيادة الجمهورية أرضا وبحرا وجوا سيواجه برد سريع وفوري وتقول بعض المصادر العسكرية أن هذا التنصيق سيكون مع الجيش العماني ولن يكون من طرف واحد فيما قال آخرون أنه ستكون هذه المناورات قريبة من مكان توجود حاملة الطائرة الأمريكية يو اس اس نيمتس وقد علق العسكريون والمهتمون بالشان العسكري في الموقع العسكري العربي ديفونس أربال هذه الأخبار وقال هيثم كل الأزمة على مضيق هرمز وإظهار القوة ليس لها مبرل لأن لدى السعي أي معرفة ما بقدرتهم بل وتنبؤ بنواياهم هي فقط لإظهار الاستعداد والتأهب حتى لا تقدم أمريكا على شيء فيما قال سامي الخسائر عليه ولحد خايف من سواريخه لكن سؤال هي نفس الرعوص المتفجرة التي أصابت مطار عدن فيما قال ابن السلطنة إيران تطل على بحر عمان بمكانه تنفيذ التمرير في مياه الإقليمية دون التنسيق مع أحد ورد عليه عابو خالد أظن هذه المناورات يبين خوف إيران من ضربة أمريكية في آخر أيام رئاسة ترامب يريد أن يقطع أي مجال لإدارة ترامب لضرب إيران وأضاف ما أظن في هذه المناورات في بحر عمان ما يكون أي تنسيق مع عمان صحيح إيران بإمكانية تنفيذ التمرير من دون التنسيق بس إيران تعتبر عمان من الدول الصديقة وأكيد راح ينسيقون معها وقال آخر في المناورات البحرية السابقة كان يتم دعوة عمان دائما بصفة مراقبة وتسأل معلق آخر هناك على ما تستفهم على ما تقوم به إيران خلال الأسبوعين الماضيين ثلاث مناورات إيرانية متلاحقة أما معلق عسكري فقال استفراد العضلات على شعبهم وعلى دول الطرف الآخر من الخليج الأمريكان ما راح يضربونهم ولا لهم نية بذلك ولو عندهم النية تمارين صواريخ إيران كلها لن توقفهم فيما قال سناكو لا أعتقد ليس الآن البعض يتوقع أن تقدم إيران على الاحتكاك بالقوات الأمريكية في المنطقة في عهد بيضان القادم لجس نفضه والتعرف على ردة فعله ولكنهم لن يعطوا ترامب أي حجرة لضربهم فهم اختبروا في السابق ردة فعله العنيفة والغير المتوقعة على أي هجوم يستهدف المصالح الأمريكية أما أبو مهند الزهران فقال سوتها قبله ميليشي الحوثي عملت أكبر مناورة على الحدود الصعودية وصارت تهدد وتتواعد وبعدها بليلة هبت عليهم عاصفة الحزم وأصبحوا بعد ربع ساعة من قيامها أثرا بعد عين يأتي هذا بعد أن قال النائب وزير الدفاع الصعودية الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز أن بلد حريصة على التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن يضمن الأمن والاستقرار جاء ذلك في استقبال المبعوث الأممي لليمن مارتين جريفت لمحث المستجدات في المنطقة وقال خالد بن سلمان على تويتر استقبلت اليوم السيد مارتين جريفت المبعوث الأممي لليمن بحثنا خلال اللقاء المستجدات في شان اليمنية وجهود المملكة الإنسانية وأكدت له حرص المملكة على التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعية الثلاثة يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه العزيزة ويحافظ على أمن المنطقة